عمر دياب مش بيصرف على بنته من شرير رضا ولا مليم زوجها التاني بعطلها عربية نقل مليانة ورد وبنتها نور اتخطبت لوحدها وكانت تايها بسبب شهرتها هي وعمر دياب لأول مرة شرير رضا بتتكلم عن حياتها الخاصة وعن بنتها نور بكل صراحة في لقاءها مع الاعلامية باسمه وهبة ازاي بنت تتخطب من غير اهلها؟ دي اول علامة استفهام في حياة عمر دياب وشرين رضا يعني ايه بنت اتنين من مشاهير الوطن العربي اهلها ما يصرفوش عليها ولا مليم دي كلها حكايات غريبة على مجتمعنا لكن شرير رضا بررت ده بان بنتها ما تخطبتش خطوبة تقليدية وانها كانت لتعمل فوتو شوت واول ملفة لقت خطبها البريطاني الجنسية على رجبته وقدم لها خاتم الماز وطبعا ما عملتش حفلة ولا خطوبة وشرير رضا ما حبتش تعمل كده لانها مبسوطة باختيار بنتها وخصوصا لما قبلت خطبها وحست انها مش هتتمنى لبنتها احسن منه لانه بيحبها لشخصها ومش لأي حاجة تانية وكمان مش طمعان فيها او خطبها لانها بنت عمر دياب لانها بتحترم قرارات بنتها ومش بتحب تدخل فيها وشايفة كمان ان من حقها انها تبقى سعيدة بالطريقة بتاعتها مش بطريقتها هي وكمان ولا طريقة باباها حتى لو كان سنها صغير كل ابناء المشاهير بيسفروا يكملوا تعاليمهم برا وبيرجعوا لأهلهم لكن نور سفرت وما رجعتش تاني واشتغلت هناك ماركتنج مانجر لشركة كبيرة وكانت في انجلترا عندها كمان سلسلة مطاعم هناك كمان نور كانت تايها بين شيرين وعمر دياب ومش عايز الناس تعرفها بس عشان هي بنتهم لا هي حب يعرفوها لشخصها عشان كده اعتمدت على نفسها وباباها تكرر انه مش هيصرف عليها تاني وده بعد ما خلصت دراستها وانها لازم تعتمد على نفسها عشان مش عايز الفلوس تبوزها بس تفتكروا بقى عمر دياب بيعمل كده مع اولاده من زوجته التانية محدش يعرف المعلومة دي والغريبة بقى ان نور عمره ما طلعت مع عمر دياب في اي حفلة زي اولاده التانيين كمان عمر دياب بيفضل فترات كبيرة قوي ما يشوفش بنته ومش بيسافر للندن كتير نور عمر دياب وصلت لمرحلة انها مش عايزة دعم والدها ولا والدتها وانها خلاص استقلت بنفسها وكمان اعتمدت اعتماد كله على شغلها وطبعا حياة بنت عمر دياب مش عاجبة ناس كتير ومنهم بقى الفنانة المعتزلة عابير الشرقاوي اللي قالت عنها اذا بوليتم فاستطروا شيري الرضا ما سكتتش عن كلامها ده وقالت انها مريضة نفسيا وفضية وملهاش دعوة بنتي ويا ريت تخليها في حالها كمان اتكلمت شيري الرضا عن قصة الحب اللي عاشتها مع عمر دياب وانه من وقت ما شافها وطلب منها الجواز وجري وراها كتير لدرجة انه لما راح تقدم لها دخل لولدها الفنان محمود طهة ودت نومه وصح عشان يطلب ايديها وكمان استمر جوازهم ثلاث سنين وغنالها كمان اغاني كتير رومانسية في فترة جوازهم وخلال الفترة دي ما كانتش بتغير عليه من المعجبات لغاية ما حسة الشيرين ان الخناءات دي بقت كتير قوي فقررت تنفصل عنه ويفضلوا اصدقاء لكنها تجوزت بعض رجل اعمال وكان مجنون بيها وطلب منها الجواز وقعد على رجبته وسألها تتجوزيني وهي وفقت على طول وتاني يوم بعت لها عربية نقل كبيرة كانت مليانة ورد لغاية البيت ورغم كده ان الشيرين رضا من اجمل الوجوه الى انها تخانت من احد ازوجها ومش بس كده ده كان كمان مع صديقة عمرها وده اللي صدمها لان الرجل متوقع انه يخون لكن صديقتي ازاي وقتها زوجها قال لها انا خنت مع صديقتك ويريد تبعدي عنها لانها نزلت من نظري ولغاية النهاردة مش بنتكلم